في وقت تفتقد فيه الجزائر لسيارة جديدة بسبب غلق وتجميد الاستيراد يبحث الجزائريون على شراء سيارة مستعملة ولتجنب القيام بصفقة غير مربحة عند شراء سيارة مستعملة فضلنا تزويد متابعي قناة تراندينج السيارات ببعض النصائح التي نقلناها عن بعض الدراسات والمختصين للطريقة المثالية لفحص السيارة قبل شرائها والذين ينصحون بالانتباه للعديد من العالمات الهمة في السيارة والتي من الممكن ان تدل على تعرض السيارة لحادث ما قبل ان تشتري اي سيارة مستعملة قم باختبارها بنفسك على الطرقات جرب قيادتها في جولة على طرق المدينة الرئيسية وفي المنعطفات لتتأكد من انك لن تواجه اي مشكلة او صعوبات خلال قيادتها هذا سيجعلك تعرف ما اذا كانت السيارة جيدة في مختلف سرعات القيادة وعلى المنعطفات وتحديد مدى كفاءة عمل المكابح من خلال قيادة السيارة ستعرف ما اذا كان محركها جيد لاحظ اي ضوضاء او علامات غريبة وتأكد من ان كل اجراءات السلام مطابقة للمواصفات لتضمن مزيدا من الامان اذا كان هناك اي سائر يتسرب من السيارة فهذا يعني ان هناك مشكلة حقيقية قد تؤدي الى مشاكل كبيرة في المستقبل ولاجراء اختبار التسريب قم بقيادة السيارة لبعض الوقت ثم توقف على جانب الطريق اثناء القيادة التجريبية واترك محرك السيارة يعمل لمدة 30 ثانية بعد ذلك تحقق من اسفلها لمعرفة ما اذا كانت هناك اي تسريبات مرئية يجب عليك ان تصطحب شخص متخصص في الميكانيك وطلاء السيارات ليفحص السيارة المستعملة جيدا وبدقة قبل ان تشتريها قد تكون تكاليف استحاب الميكانيك والخابير في الطلاء عالية بعض الشيء لكنها ستوفر عليك الكثير من التكاليف ومتاعف في المستقبل الميكانيك وخابير الطلاء سيكون قادرا بحكم خبرته الطويلة على اكتشاف اي مشكلة غير ظاهرة او تلف او ضرر غير مرئي يمكن ان يجعلك تواجه مشاكل في المستقبل قبل ان تشتري اي سيارة ابحث جيدا عن نوعها ومواصفتها وطرازها اقرأ جيدا عن تجارب الاخرين على الانترنت او على اليوتيوب وتأكد من ان السيارة تحتفظ بقيمتها في المستقبل وانك لن تواجه اي مشكلة في حال احتجت الى صيانة وان القطع الغيار والدعم الفني للسيارة متوفر في مدينتك واخيرا تأكد من السيارة واستفسر جيدا عن قيمة المتوقعة للسيارة حسب حالتها واحد افضل الطرق للتحقق من قيمة السيارة هي استشارة شخص متخصص في بيع السيارات المستعملة من خلال المعلومات التي ذكرناها لك في هذا الفيديو ستكون قادرا على شراء سيارة مستعملة دون اي قلق من وجود مشاكل او اعطال ان شاء الله كما ستكون قادرا على تحديد السعر التقريب للسيارة كي لا تضطر الى دفع اي تكاليف اضافية اذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بهي وسط كل ما هو جديد ان شاء الله صحف طوركم سلام